موسيقى مساء الخير سجلات هذا المساء يناقش موضوع خاص ببريطانيا وبلندن أساسا بعد الحملة التي يتحرك من خلال اللوبي الصهيوني في هذا البلد ضد شخصية أستاذ عبدالباري عطوان رئيس تحرير جريدة القدس العربي إثر محاضرة ألقاها في جامعة لندن للعلوم السياسية والاقتصادية هذه المحاضرة أثارت جدلا كثيرا وأثارت غضبا لدى هذا اللوبي صحيفة الجوش كرونيكال وهي صحيفة الجارية البريطانية في بريطانيا في صفحتها الأولى كتبت مقالة تهاجم فيه أستاذ عبدالباري عطوان وتنتقد ما أسمته بمزاعم معادته للسامية أهلا بك أستاذ عبدالباري عطوان شاغل الدنيا ومالئ الناس هذه الأيام طبعا ليست أول محاضرة تلقيها في بريطانيا وليس أول هجوم لديك من هذه الصحيفة أو من هذا اللوبي لماذا هذه المرة هل ما جرى في هذه المحاضرة يبرر رد الفعل بهذا الشكل لا هو بدأت القصة عندما كثر ظهوري في التلفزيونات البريطانية كمتحدث كخبير في الشؤون الشرق الأوسط وفي الشؤون العالمية هذا أزعج اللوبي الصهيوني في بريطانيا بسبب هذا الظهور يعني هم يعتبروا يعني الإعلام الغربي هذا ساحتهم الرئيسية فممنوع أي شخص أن يخترق هذا الإعلام وأن يزحزحهم ولو قليلا منه فحصل أن الفضائيات أصبحت تحبني CNN, BBC, ABC, Sky News حتى Fox News كلهم يعني لأن أنا ربما يعني بجيب جمهور إليهم حسب تعبيرهم يعني يعني بعطيهم catchphrases بعطيهم soundbites بعطيهم لأنني بحكي بطريقة عفوية حسب دراساتهم فلذلك هذا أزعج اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا بشكل مرعب فبدأوا يفتعلوا قصص لتشويه صورتي بدأت الحملة بأنهم أخذوا مقطع من برنامجة كلامة استفهام أنت سألتني في طيب لو ضربت إسرائيل إيران وإيران ردت وقصفت إسرائيل بالصواريخ كيف تكون كنت لهم طبعا قلت لك بفرح حتى برعص يعني فهيأخذوها أنه هذا الرجل وطوروها وضخموها أنه هذا الرجل يريد تدمير إسرائيل طب أنا دمر إسرائيل يعني طب ما هي إسرائيل كل يوم بتقصفنا بصواريخ يعني قصفتنا بالفسفور الأبيض في غزة وقصفتنا في لبنان وقصفتنا في سوريا وقصفتنا في مصر يعني عمليا يعني بس عملية اللي هو بسمها الكاركتر أسسينيشن وبعدين أخذوا هذا الأشياء وراحوا يعني جروزلين بوست عملتها منشيت نفس القصة زي الجوش وكورونيكل عملتها منشيت أنه عبد الباري عطوان يعني يطالب بضرب إسرائيل بالصواريخ يطالب إيران بضرب إسرائيل بالصواريخ وذهبوا إلى البي بي سي وذهبوا إلى سكاي نيوز وذهبوا أنه يا أخي هذا الشخص يريد كيف يريد تدمير إسرائيل كيف تسمحوا له بأن يظهر على شاشتكم الأمر الآخر أنه أصبح في حملة منظمة في كل مرة أطلع على التلفزيون يعني يجي ست ألاف سبع تلاف إيميل هذا شخص إرهابي هذا بأيض العمليات الاستنشادية كامل أمر منظم كامل أمر منظم طبعا هم عارفين في البي بي سي وفي سكاي نيوز أنه هذا حملة منظمة طبعا هم عندهم ناسهم داخل هذه المؤسسات طبعا وبيحاولوا يضغطوا أنه أنا مطلعا مع ذلك استمروا في استقبالك وفي دعو التكليم لا استمروا بس بشكل أقل يعني هم عندهم تنظيم رهيب جدا يعني في الوقت اللي إحنا مثلا ما بيبعتوش خمس إيميلات من العرب والمسلمين إلى هذه المحطات تجد مثلا ست ألاف خمس ألاف أحيانا عشر ألاف إيميل منهم ومنظمة ومن عنوين مختلفة فيه تنظيم يعني كمان الشي بدأت هي بدأت من 2001 تقريبا يعني حرس كيف حصلت أنه الصفارة الإسرائيلية في بريطانيا عملت دراسة وتبين من هذه الدراسة أنه أي شخص دراسة علمية أي شخص بيظهر أمام عبدالباري عطوان في القنوات الأجنبية عبدالباري عطوان بينتصر لأنه سبونتينيس عفوي لأنه صادق لأنه ما بيستخدمش كلمات ضخمة أو عبرات ضخمة قريب للقلب فقرروا أنه أولا ممنوع أي إسرائيلي يظهر مع عبدالباري عطوان على التلفزيون فبالطريقة هذه بيقلصوا ظهوري لما أي دي بيتس بدوا اثنين يعني فقلصوا ظهوري بعدين في الآخر لما صرت أطلع برامج أخرى ما تحتاجش إلى دي بيتس قرروا أنهم يشنوا حملة لمنعي من خلال تشويه صورتي فهذا اللي حصل لما صارت الفترة الأخيرة بدأت الجامعات تطلبني يعني جامعة كيمبريج جامعة أوكسفورد جامعة درام جامعة تريليتي كوليج مثلا جامعة غلاسجو جامعة هافت جامعة جورج تاون جامعة براون فانزعجوا أنك توصل أنت للثينك تانكس توصل للطلاب اللي هم الصغار هذولا ويحبوني كثير يعني مرة طلعت أنا وريتشاد بال في جامعة هافت الطلاب يعني وقفوا معاي في كيندي سكول وفغرنس هذا اللي بتخرج الحكام والحكم الرشيدة الطلاب كانوا معاي أنا ضد ريتشاد بال لدرجة ريتشاد بال اللي هو كان مساعد وزير الدفاع أيام حرب العراق ويسموه أمير الضلاب تخيل يعني مسؤول في الحكومة الأمريكية الطلاب وقفوا معاي أنا وقالوا له أنت مجرم حرب ويجب أن تحاكم فهم عارفين أنه لما أروح أنا بأثر يعني هاي من الله يعني أنا ما اخترعت همي يعني أنا زي ما بحثوا معاك وانت يعني دكتور يعني كثير سجلات مع بعض يعني بتحس أنه فهم يقرروا أنه يمنعوا ظهوري بأي شكل من الأشكال وكانت جامعة لدن هذه آخر حلقة رغم أنه بعض المنتخدينك العربي يعتبرون أنه لديك لغة مع الأعلام الغربي أخف بكثير من لغتك مع الأعلام العربي ومع ذلك هذه اللغة الخفيفة المعتدلة المقننة لم تعجب هذا اللوبي يعني أشوف هؤلاء العرب للأسف يعني في بعضهم يعني حقيقة يحاربونني يعني حرب أشد أو أشرس من الحرب الصهيونية عليها حقيقة يعني هذا طلعوا في أيام حرب الخليج الأولى عام 1990 ولأنه كنت أطلع على السئينين فكانوا حتى مش عايزين يشوف صورتي مش عايزين يشوف شكلي بدهم مش حرية قول ما كانتش أيام الجزيرة ولا الان بي ولا العربية يعني كانت بس اللي هي فقط السي ان ان والبي بي سي فكنت أطلع على هذه المحطات طبعا المحطات العربية لا تستضيفني فينزعجوا أني أنا أطلع وبتحدث وجهة نظر أخرى فقالوا أنهم حتى شوهوا كمان صورتي قالوا أنه عبد البالعطان بتحدث لغتين بتحدث للإعلام العربي شيء وتحدث للإعلام الأجنب شيء آخر ما كانش فيه إعلام عربي أتحدث له أساسا يعني أصلا يعني ما كانش فيه يعني ما كان زي ما حكيت ما كانش فيه الجزيرة هم يعني أنا بتحدث لغة واحدة يعني نفس الموقف هو بس طريقة التعبير هي بتختلف أنت بتخاطب عالم غربي متعلم متطور من اللي بيهتموا بالسياسة في هالبلد عشرة في المئة فقط هذولا ذا كريم وذا كريم هذولا نخبة النخبة هم اللي بيحكوا بيشوفوا برامج سياسية فأنت لازم تكون ترتقي لمستواهم بينما أنت اللي بتحكي في الوطن العربي عندك ستين مليون أمي في الوطن العربي كيف تستخدم بس اللغة بدك تكون أنت يعني تكون يكون أسلوبك بسيط معهم وبعدين مثلا في البرامج العربية بيكون برامج ساعة مثلا في البرامج الأجنبي بيكون أنت عندك مثلا ثلاث دقائق أو خمس دقائق أو إذا كان برنامج جمالك يفترض أن تكون أكثر دراسة بالضبط أكثر دراسة ومختصرة شديدة لكن حتى زي ما تفضلت يعني حتى هذا اللغة اللي هي الصفستيكيتد اللي بتروح مثلا في صميم الموضوع حتى هاي يعني مش قادرين يتحملوها الصهينة مش قادرين يتحملوها لأنه ممنوع أنه يطلع أي صوت آخر مؤثر طبعا بدهم عرب يجوا يحكوا جمع كبيرة يحكوا فلسفة يحكوا استجداء للسلام هاي بتناسب الصهينة والإسرائيل هل بلاقيك أيضا رد الفعل العنيف بهذا الشكل هو بسبب عنوان المحاضرة هذه المحاضرة لا تتكلم عن فلسطين أو تتكلم عن اللوبي الصهيوني في بريطانيا والولايات المتحدة وبالتالي وكأنك تدق على أبواب هذا اللوبي نعم يعني هو صحيح يعني موضوع اللوبي الصهيوني سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية من المحرمات يعني يعتبروا أنك أنت يعني تجوزت كل الخطوط ممنوع الحديث عن هذا اللوبي لأنه أنت تفتح عليهم مذبرة أنت بتكشف طرقهم وأسليبهم في التأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد يعني ديزمون تودهو اللي هو القصة العظيم من الجنوب أفريقي أيام حرب العراق قال يعني أنه ما حصل أنه في هذا اللوبي الصهيوني خطف الإدارة الأمريكية خطف البيت الأبيض ووظفه في خدمة مصالح إسرائيلية يعني تخيل يعني مسكين يعني حاجة مات عليه بشكل غير عادي وهو رجل كان ضد العنصرية وشخصية محترمة ومن رموز التسامع في العالم كله فالموضوع اللوبي الصهيوني فعلا هاي زي ما تفضلت يعني خط أحمر ممنوع أي أحد يحكي فيه بس كمان يعني هما مش بس هيك يعني روحت على جامعة تورينتو كمان عملوا نفس القصة ما كنتش بتحكي على الموضوع الصهيوني أو اللوبي الصهيوني يعني روحت كمان أيضا لما بطلع البي بي سي أو بطلع على السينين فبحكيش على اللوبي الصهيوني هم يعني فيه استهداف استهداف لهذا الشخص ابن البخيم اللي استطاع أنه يحكي بلغة عفوية بلغة بسيطة ويصل إلى قلوب الناس ممنوع يعني هذا هم لغة الإنجليزية طبعا طبعا لغة الإنجليزية طبعا هم بدهم يعني بدهم العرب هم بكيفه على إنسان عربي لغة الإنجليزية مكسرة وإذا كانت لغة الإنجليزية جيدة بتكون لغة مقعرة لأنه بديدها نفسه أكاديبي عظيم وخبير ويحكي بلكوين أكسنت هاي اللغة الملكة هم هذا بكيفه عليهم بكيفه عليهم يعني زي واحد زي البريطانيين بدهم مش واحد يجي يجعل الناس يتعاطف مع قضيان العربية فلذلك هاي سبب الحمل عليه قبل المحاضرة كان هناك أيضا اعتراض من قبل هذه اللوبيات ومن قبل أساسا من اتحاد طلبي وغير ذلك طبعا للتذكير بأن المجموعة الفلسطينية في اتحاد الطلبي في هذه الجامعة هو الذي نظم هذه المحاضرة وحاولوا يعني منعك أو حاولوا إلغاء هذه المحاضرة ومع ذلك وإذا عارف لماذا الجامعة وافقت يعني هذه الجامعة كانت خائفة أيضا من هذه المحاضرة شوف هم كيف بدأوا قالوا هذا عبدالباري عطوان معادل السامية وهذا عنصري تخيل أنا عنصري يعني أنا ضحية أنا ضحية الإسرائيليين أصبحت عنصري أنا اللي انطردت من بلدي وإلى اللجوء ومخيمات اللجوء أنا صرت عنصري وصرت معادل السامية يعني أنا ضحية فهم بدهمش هذه الضحية ينسمع صوتها فلما قد جرى تقديم طلب حاولوا الإسرائيليين أو اللوبي الإسرائيلي واللبس الصهيوني في الجامعة أمن يعني يمنع هذه المحاضرة بكل الطرق والوسائل لأن توقيت هذه المحاضرة أجى يعني ضرب لهم على وطر حساس جدا الآن إسرائيل تخوض يعني رصدت ستمائة مليون دولار من أجل مكافحة أي صوت بيحاول أنه يكشف الجرائم الإسرائيلية في غزة في عرض البحر ضد السفن التركية يكشف الجرائم الإسرائيلي في لبنان يكشف عنصرية إسرائيل خاصة من المطالبة دولة يهودية رصدوا ستمائة مليون دولار وجندوا في كل مثلا في بريطانيا بيسموه يعني سايبر سولجز يعني اللي هم هؤلاء الجنود المتخصصين بالإنترنت المتخصصين بالفيسبوك المتخصصين بالنيو تكنولوجي بالآي تي تكنولوجيا المعلومات فأنا جيت في عز هذه الاستعدادات للتصدي لأي واحد ينتقد إسرائيل هم الآن بدهم يعملوا انتقاد إسرائيل هو كأنه انتقاد اليهودية زمان انتقاد اليهودية يقولوا معادل السامية الآن انتقاد إسرائيل أصبح معادل السامية بدهم يرسخوا هذا المفهوم في كل أنحاء العالم على وجه التحديد فلما جيت أنا أتحدث عن هذه المحاضرة استنفروا كل قواهم ضدي حاولوا منعها أنا حقيقة أصريت إنها تعقد أنا قلت لا لازم أجي حتى وقالوا بدهم يعملوا مظاهرة وبعدين في خطر على حياتك قلت أهلا وسهلا خطر على أنا مش أحسن من عشرات الآلاف من الشهداء اللي سقطوا من أجل هذه القضية المصيرية من لبنانيين ومن أردنيين ومن سوريين ومن فلسطينيين ومن عراقيين ومن مصريين ومن جزائريين ليش بدهم يقتلون دي ما عندهم يعني طب ما عندنا شباب عندنا 11 ألف أسير في السجون خسروا حياتهم ومحكومين عشر مؤبد والعشرين مؤبد فأصريت إنهم فهم بعدين لما فشلوا في منع المحاضرة قالوا طيب لماذا لا يكون هناك توازن لماذا لا يكون هناك خطيب آخر مثلا حتى يعمل توازن فقالوا لهم الجهة المنظمة لا ليش هذه إحنا محاضرات نوعنا حرين بدنا نجيب وبناش نجيب نظموا لحالكم فكمان فشلوا في هذه القصة فلما صارت المحاضرة فعلا حاولوا أجوا جابوا طلاب وجلسوا بحيث يحرجوني يعني بالأسئلة أو شيء وهيك برضو يخربوا المحاضرة ما نجحوش في ذلك يعني درجة إنه كان القاعة ضخمة طبعا أضخم قاعة في لندن سكولو في إيكونوميكس كان البرة أكتر من الجوة يعني درجة إنه الصديق خشام الصلح أجا بده يحضر قالوا لقيمت مئة شخص بستنوا برة فقالوا لا ما في الفل وهيك وإحنا بنحاول نقنع المحاضرة ونعمل محاضرة ثانية للناس اللي يعني ما صحتش من الفرصة وفروح مسكين وكثير زي يروحوا يعني عادة بتصير المحاضرة بيكون مثلا قدش بيحضروا 20 واحد 30 واحد ماكسما بخمسين واحد لما تيجي تشوف مثلا 300 واحد أو 400 واحد حاضرين والناس بره أكتر يعني لدرجة إنه الشباب هذول المحاضر ويش طلبوا مني في الهواء بره أعملهم محاضرة حكيت بره لأنه جمع سكرة حكيت بره كانت درجة الحرارة حوالي 5 تحت الصفر وقفت في الشارع وحكيت أكتر من نص ساعة لأنهم أصروا الشباب أنهم يسمعوا وأنهم يتضامنوا وأنهم يحكوا يعني هم بدهمش حد يتواصل مع الطلاب بدهم يظل الكامبوس هاي اللي هي الجامعات يظل بس تحت سيطرتهم ويظل هم المسيطرين عليها وإذا ما سيطروش عليها على الأقل يمنعوا ناس يجوا يأثروا على لأن هذا الطلاب تاريث ثورة الطالب في هذه السن من 18 إلى 22 هذا بيكون يعني مشروع 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 تغيير مشروع تمرد وشفت أنت يعني حوالي 60 ألف تظاهروا في ترافالقر سكوير في لندن ضد زيادة الرسوم فهم عارفين أنه هذول الناس يعني زي بقولهم يعني رأسهم سخنة إذا أنت جيت مثلا وقنعتهم معاك بصيروا دائما إلى جانبك فهم بدهمش نوصل للطلاب هم الآن يعني خاصة جيد جديد في بريطانيا أو في أمريكا أو في أوروبا ما عندوش عقدة الهولوكوست ما عندوش عقدة الذنب تجاه اليهود وشايف القنابل الفسفورية التي استخدمت في قطاع غزة شايف الأطفال 400 طفل تمزقت أجسادهم في شاشات تلفزيون شايف اللي عملوه في جنوب لبنان والدمار الشديد اللي عملوه شايف كل شايف كأنهم بعطلوا عملية السلام اللي قطول عمره بيحكوا حنا سلام بدنا السلام وهم الآن بعطلوها من خلال بناء المستوطنات بعرض عليهم الرئيس أوباما ثلاث ونصف مليار دولار قيمة أسلحة منها للطائرات المتقدمة جدا الـ F-35 هذي اللي لا ترصودها الرئيس ورغم ذلك بيقول لا أسفين كل هذا مقابل تجميد لمدة ثلاث أشهر هم رفضين فهم عارفين أنه بقدرواش يدافع عن نفسهم بعد تقرير جولدستون بعد مجازر غزة بعد مجازر لبنان ما عندهمش القدرة فهم مش حدا ييجي يحكي عن هذه الجرائم للطلاب أو في وسائل الإعلام وهذا سبب الحال سيد عبدالي عطمان طبعا هذا الموضوع الموضوع المحاضر ورد الفعل لم يبقى داخل أروقة الجامعة أو داخل أقبقاء المحاضرات خرج إلى العنان وبدأت مقالاته خصوصا عندما يوضع مقال من هذا النوع على الصفحة الأولى لجريدة الجالي البريطالي لا أعرف إذا كنت تشعر وطبعا الانتقادات لك أنك معادلة السامية وأنك محرض على العنف لا أعرف إذا كنت شخصيا تشعر أن هذا النوع من الحملة قد يكون أيضا محرض على العنف ضدك شخصيا نعم هو الآن يعني شوف هم أذكياء بلا شك أول هدف الهدف هو أنه هاي بتصير في الداتابيس في بنك المعلومات أنت الآن بحطوها حتى لما تحط اسم عبدالبارعة ونطلع عنه معادل السامي ومحرض على العنف يعني حتى يشككوا في مصداقيتك كمحاضر يشككوا في مصداقيتك كصحفي خاصة في العالم الغربي يعني هذا العالم الغربي هو عالمهم بسيطرين عليه وبدلوا جهد كبير جدا بدهم بيش واحد زي يجي يفسد عليهم الطبخة بشكل أو بآخر بدهم بيش واحد زي يجي يوعي الناس لجرائمهم ومجازرهم ومعاداتهم هم المعادلين للسامي هم المعادلين إحنا الساميين طيب يا أخي طيب يعني إحنا إحنا أولاد سام يعني بعدين بيحكوا عنصرين هم العنصرين أنا لما باجي في المحاضرة بقول لهم للطلاب أنه هم بيحكوا عنصرين طب هم لما بيجوا لما بيجوا يصروا على العالم وعلى الفلسطينيين يعترفوا بيهم كدولة يهودية ما هذا قمة العنصرية طيب ما فيه عندنا مليون ومثين ألف مسيحي ومسلم فلسطيني في الأرض المحتلة طيب هؤلاء كيف وين يروحوا طيب هذا هذا قمة العنصرية أنك أن تيجي تلغي الآخر بهذا الشكل أيضا قمة العنصرية أن تيجي الولايات بالتحدة الأمريكية تقرهم في هذا التوجه العنصري هذه الدولة متعددة الثقافات متعددة الأديان متعددة الألوان يعني كيف تقبل كيف تقبل أن تقيام دولة عنصرية في فلسطين وتلغي حق مليون ومثين أو مليون ونص مليون فلسطيني كانوا في فلسطين حتى قبل قيام إسرائيل فلما تيجي أنت تحكي للطلاب هذا الكلام أو تحكيه في الميديا الميديا الناس بيقولك والله يا أخي هذا الشاب عنده وجهة نظر هذا يعني وجهة نظر وصحيحة فعلا كيف كيف أنت تيجي في القرن الـ 21 تقيم دولة على أساس ديني وعنصري وتلغي حق الآخر فيها لهذا السبب لهذا السبب هم بيحاولوا بقدر الإمكان شوهوا صورتي حتى لما تيجي أي واحد بدي أعمل بحث عليه في الجوجل مثلا يطلع عبد البارع عطوان معادل عنصري معادل إسامية بيحرض على العنف بيحرض على الكراهية زي ما حط دين في العلوان هاي هذا هو الهدف بتاعه حتى يتيجي الجامعات تتقول لك شو بدنا في هالمشاكل وشو بدنا في الشر بدنا في الشر وغني له هذا هو الهدف لكن الحمد لله يعني طبعا احنا في صراع طبعا احنا في حرب معهم اذا في العرب استسلم وانا ما استسلمت احنا في حرب معهم احنا في عنا قضية أساسية احنا عندنا مقدسات مسيحية وإسلامية محتلة انا يعني يعني ايش ما أعمل انا من أجل قضيتي انا بعتبره إنجاز كبير حتى انا عدم نجاحهم في منعي يعني او عدم قدرتهم على منعي من الحضور والجلوس والحديث للطلاب هذا يعتبر إنجاز كبير جدا هذا يعتبر هزيمة لهم منتصار إلنا مش إلي أنا إلنا لأنه احنا لازم نكون على جدة في النزال يعني اذا احنا فشلنا عسكريا على قل يا أخي ننجح تبلماسين ننجح سياسين ننجح ثقافين ننجح فكريا الجوش كرونيكل تأخذ عليك بأنك اتهمت الطلاب اليهود الموجودين في هذه المحاضرة بأنهم هم وراء الهجوم على غزة وريد أن أعرف نوعية الأسئلة اللي سؤلت ونوعية ردك الذي حصل والذي أثار هذا الغضب لا هم يعني شوف هم كيف هم بيحاولوا إنهم يستفزوا يعني بحيث أنك أنت تفقد عصابك أنا ما فقدت عصابي بالعكس كنت هادي جدا يعني هو بي يعني أولا هذا الطالب ما قالش عن حاله يهودي يعني ما قدمش نفسه والله مثلا مناحم كذا لا سأل سؤال أنه أنت مثلا بتأيد يعني قصف إسرائيل بالصواريخ فقلت له أنت تسألني أنا أنا بأيد أو لا أو أيد طب ما يعني الإسرائيليين هم اللي بيقصفونا يوميا هم اللي بيقصفونا في خطع غزة هم اللي استخدموا الفوسفور الأبيض ف بقوله أنت يعني أنت بتدافع عن يعني عن دولة مارقة أنت لازل تذكر أنهم قصفونا بكذا وكذا وأنت بتأيدوا قصفنا فهو قال لي مش أنا يعني أنا طالق قلت له لا أنا أيمين أمصري حتى قلت له أنا آسف أنا ما بقصدك أنت شخصيا أنا بقصد الإسرائيليين وأنا أعتذر لا يعني أن أنت شخصيا قصفتنا في غزة هذا الكلام بس هم اشتزقوها أخذوا لهديك وموجودة على الفيديو مسجل كله والآن هو عند المحامل حتى في ردك تقول أنه فليستمعوا إلى التسجيل الكامل طبعا أن في تسجيل كامل وأبث على قناة الجزيرة المحاضرة كلها بالكامل بثت على قناة الجزيرة مباشر وما فيش فيها هذا الكلام على الإطلاق مترجمة طبعا أيضا الجوش كرانيكل نقلت عن كارلي ماكنزي هي مديرة الحملات في اتحاد طلب اليهود قولها أن كلمات تعطوان تتنافى مع سياسة اتحاد الطلبة فيما يتعلق باللاسامية كما أنها لا تتناغى مع مواثيق أخرى تسترجب بها الجامعة في هذا الخصوص كما انتهت كما اتهمت منظمي الفعالية بأنهم لم يوفروا بوعودهم التي تعهدوا بها للطلب اليهود بما في ذلك عدم قيامهم بتصوير الفعالية إلى الآخر هل برأيك هذه رد فعل يعني بأي معنى تعتبر أن هذه ردود فعل منظمة ومقررة وأن هناك لوبي وهناك توزيع أدوار بهذا الشكل نعم نعم يعني أنا أقول لك مثلا يعني هاي ثاني مرة أو ثالث مرة تقريبا بتجد أنه في عز المحاضرة بتجد أنه بنت يهودية بتحكي بتبكي مثلا أو إسرائيلية بعرفش تبكي تأثرا من كلامي أنه يعني هي أنه احتزت وتأثرت وانفعلت وجرحت من كلامي وتصير تبكي وتطلعت تهرب بره يعني مش معقولي بصدفة ثلاث مرات تصير مثلا أنه كله أوركستري كله منظم يعني لما بيجوا بيجوا بيهر يعني أنا في تقديري ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث محاضرات لا مش في نفس المحاضرات يعني في المحاضرات ثانية أنه فجأة تنهار باكي وتهرب أنه يعني هي مسكينة مش قادرة تتحمل طب ليش بتفضلوا طب تفضلوا اسمعوا ناقشوا هلكونا بالديمقراطية هم الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم هم اللي بيها أيدوا حريط التعبير طب تفضلوا وممنوع نشتكي أنتو بتضربونا بالصواريخ وممنوع نصرخ أنتو بتجلدونا ممنوع نتألم يعني ممنوع علينا أنا الضحية ممنوع لا أنا لازم أخل صواريخ ولازم بيتي يتهدم ولازم يعني أهلي تتمزق جثاثهم وفي نفس الوقت إذا جيت أنا أحكي أدافع عن نفسي إذا أنا جيت يعني أشرح ظرف أهلي وظرف اللي إحنا بالنهاي فهذا في الحالة أنا معادل السامية إنه أنا ببث الكراعية أنا ببث الكراعية أنا الضحية أنا الآن الفيكتم أنا الضحية العنصرية أنا الضحية العنصرية الإسرائيلية أهلي ضحية هذه العنصرية الإسرائيلية لحتى الآن لحتى الآن في ستين ألف أسرة فلسطينية عايشة على على دمار بيوتها على يعني الركام البيوت بتاعتها في أمو إحنا جايين للشتة القارس الآن ممنوع كيس اسمنت يدخل على قطاع غزة وهذا الأحلي طيب يعني أنا بديش أحكي أحكي عن معاناتهم أمام العالم فيك أيضا المحاضرة ردد الفعل عليها كان في كلام بل بروفوسار مارتا مندي هي أدارة الجلسة معك قالت أنها لن تسكت على أي اتهامات تشكك في مهنيتها أو تسيء لسماعاتها بأي شكل ولكنها نفت أن تكون قد خضعت الاستجواب من قبل الجامعة أو البوليس كما ادعت بعض المصادر في هذا الشأن هل شعرت أن هذه المحاضرة أحرجت حتى البروفيسور مارتا مندي أو أحرجت الجامعة هل لديك أتتك أي معلومات بهذا الشأن لا بالعكس يعني البروفيسور مارتا مندي إنسانة موضوعية وعاملة عندها أكثر من عشرين كتاب أو خمس وشرين كتاب في الأنتربولوجي وهي يعني محترمة جدا وحتى تصل لتكون أستاذة الأنتربولوجي في لندن سكول في إيكونوميكس اللي هي هي علمية ومهنية وموضوعية أو أقصى درجات الموضوعية وأدارت الجلسة بشكل غير عادي بس هم يعني هم فوجئوا إن هي امرأة حديدية واستطاعت أن تسيطر على الموقف فأرادوا التشكيك فيها وفي مصدقيتها كيف تقبل إنها ترأس محاضرة لعبد الباري عطوان كيف تكون يعني هي هي المدريتر هي الرئيسة في هذه الجلسة هذا عملية الإرهاب اللي يمارس على الفكر الآخر وعلى الطرف الآخر هل هي هم يعني عندهم مبدأ اللي تبعوا الرئيس جورج بوش الإبن اللي يشك حتى لا ولا حتى الرئيس بوش الأبد شك أن تقو يعني يعني أصدم وإرهب فهم استخدموا هذا الأسلوب يعني على أساس إنه يخوفوني ما خفنا وأنا أنا بعرف شخصيا إنه البروفيسورة ماثا قدمت دفاع كبير جدا إلى الجامعة وطالبت بالتحقيق مع هؤلاء اللي حاولوا يخرسوها ويخرسونا لأنه هذا مش من التقاليد العلمية ولا من التقاليد الأكاديمية ولا من التقاليد الأخلاقية حتى أنك أنت تيجي تحاول إنك تمنع حرية التعبير في بلد مشتها يعني مشهور بحرية التعبير وفي محفل أكاديمي إيش المحفل الأكاديمي إنه تكون في وجهة النظر ووجهة النظر المضادة فأنت تمنع وجهة النظر المضادة هذا إرهاب فكري وأنت ما تنسى كمان أن الجامعات البريطانية قاطعت الجامعات الإسرائيلية لذلك فيه الآن في حملة ضد هذه المحاولات الإسرائيلية لتكميم الأفواه ومنع الأصوات الأكاديمية والعلمية من أن تعبر عن نفسها هذا ما أسألك عنه في القسم الثاني في موضوع المقاطعة أيضا أن هناك تراث يقاطع الأساسات التربوية والتربوية الإسرائيلية وأيضا كلامك عن إمكانية أن ترفع دعوة في هذا الشأن دفاعا عن نفسك وكلام آخر طالما هذا اللوبي المنظم يتحرك من يدافع عن عبد البريطان بعد الفاصل تجلات في قسم الثاني مع الأستاذ عبد البريطان رئيس تحريج جريدة القدس العربي نتحدث حول موضوع اللوبي الصهيون حين يتحرك وهذه المرة يتحرك ضد الأستاذ عبد الباري عطوان أريد أن أسألك أستاذ عبد البريطان حول تراث المقاطعة الحاصل في بريطانيا من مؤسسات أكاديمية وهو فريد في العالم المؤسسات أكاديمية بريطانية قاطعة مؤسسات أكاديمية إسرائيلية هل شعرت من خلال المحاضرات التي تلقيها واتصالك مع الجامعات ووجود شخصيات أكاديمية كالبروفيسورة مرتاء مندي أن هناك أصبح تراث بريطاني يأخذ مسافة من هذا الإسرائيل شوف الآن الرأي العام الأوروبي ضاق درعا بإسرائيل وبجرائم إسرائيل يعني في شعور لدى المواطن البريطاني العادي المحتم بالسياسة ومتابعة الشؤون السياسية بأن إسرائيل أصبحت تشكل عبءا أخلاقيا وعبءا أمنيا على العالم الغربي وأنهم لم يعودوا يتحملوا هذا العبء يعني في حرب قطاع غازة شفت أكثر من مليون إنسان نزلوا في الشوارع يعني نزلت مظاهرة مليونية في لندن ومنزلتش مظاهرة في رمالله هذا تشوف يعني قديش الفارق الكبير جدا فهذا كله انعكس يعني قبل حتى قبل أربع سنوات أو خمس سنوات عملت الاتحاد الأوروبي عمل دراسة يعني 60% من اللي شاركوا في الاستطلاع الرأي قالوا بأن إسرائيل أصبحت تشكل خطرا على الأمن العالمي والاستقرار العالم تيجي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية فهذا بتحس أنه أن الناس معدوش يتحملوا يعني زمان كانت إسرائيل تستطيع إخفاء الحقيقة الآن لا تستطيع إخفاء الحقيقة زمان كانت مسيطرة على اللي هي الوسائل الإعلام التقليدي الآن معدتش مسيطرة على وسائل الإعلام التقليدية يعني بالشكل الصورة اللي كانت إندول الخبر خبر يعني مثلا الناس كلهم شافوا الفوسفور الأبيض بيسقط على قطاع غزة الناس كلهم شافوا الدبابات يبتقصف وتهدب لبيوت على ناس مش كادرين يدافع معندهم مش أصلا ساحدا هذا لمسته أيضا من أسراء المؤسسات الأعلامية البريطانية على استمرار في استضافتك ولو بشكل أخف لا صحيح يعني هو بشكل أخف يعني هو الملحق الإعلامي الإسرائيلي بندور لما يعني انتهت فترة عمله في بريطانيا في السفارة الإسرائيلية في بريطانيا أجرت معه نفس الجريدة شكرا لك لهذا بالمناسبة جريدة نافذة جدا ومليئة بالإعلانات يعني هي من أقدم الصحف اليهودية في العالم فعمل مقابلة صحفية لهذه الجريدة قال أنه يعني فشل نجح في بعض الوسائل الإعلام وفشل في أخرى ومن الجريدة اللي فشل معها الـ Guardian والـ Independent ولكنه حقق نجاحه الأبرز أنه يعني قلص من حضور عبدالباري عطوان في التلفزيونات البريطانية وأنه يعني أمر التلفزيونات البريطانية أنها تتعامل معها كرئيس تحريج جريدة القدس العربي وليس كخبير في شؤون الشرق الأوسط هذا موجود ديكومنت الكلام فهم يعني عمليا عمليا عارفين وين يضربوا وين لكن الآن يعني الآن هم فيه مأزا كبير جدا لأنه جرائمهم أصبحت هي للتحدث عن نفسها يعني ما عدوش يقدروا يخبوا الحقائق ما عدوش يقدروا يكنسوا زبلتهم تحت السجادة صارت واضحة جدا وبعدين فيه البريطانيين والأوروبيين بشكل عام تخلصوا مثل ما قلت من أقدة الهولوكوست من أقدة اللي هو الذنب تجاه الإسرائيلين لأنه مشافوا أن الإسرائيلين بمارسوا ما هو أخطر من ذلك الآن أيضا هناك الإعلام البديل هناك الإنترنت هناك مواقع الإنترنت وشفت الويكيليكس إيش اللي عملته يعني بشكل أو باخر فضعت العالم كله فهم سيطرتهم على الإعلام التقليديا وتشويه الصورة وتضليل الناس خفت تقلصت لسعدة أسباب أولا لأنه العالم أصبح قرية صغيرة وسائل الإعلام متعددة إعلام بديل الإنترنت فيسبوك تويتر بعدين كمان في جيل جديد من الشبان العرب والمسلمين والبريطانيين المتعاطفين معنا هذا الجيل لا يخاف بس زينا إحنا ولا زي أبائنا هذا جيل لا يعتبر نفسه ابن البلد يعني هذا الباكستاني والهندي والماليزي والاسترالي اللي الولد في هالبلد هاي مثلا والعربي طبعا يعني هذا لا يخاف من البوليس مثلا ولا يخاف من التهديدات يعني بيعتبر أنه حقه يتصدى للتزييف الإسرائيلي اللي بيصير نفس الشيء الآن عندك كمان أكاديميين شباب يعني البريطانيين وأوروبيين هؤلاء الناس ما هم يشايفين الحقائق على الأرض أصبحوا هؤلاء يعني هم السلاح الثقيل تقول للعرب مفيش عرب يعني عمل الحكومات رسمية مفيش والله لم تأتيني رسالة من أي سفارة عربية والله لم يتصل سفير عربي يقول والله يا أخي الله أعطيك العافية إيش ممكن نعمل إطلاقا والله يعني المحط الكثير خير طبعا جزيرة صورت المحاضرة وكل حزيك طبعا وهي الان بي لكن للأسف للأسف يعني أنه في الوقت اللي أنا بيحاربوني المحطات الإسرائيلية والغربية اللي هم يعني بسبب التأثير الإسرائيلي قصدي أنا عمري ما طلعت في محطة إسرائيلية ولا عمري أعطيت حديث لأي محطة أو لجريد إسرائيلية في عياتي لكن يعني في الوقت اللي بيحاولوا ينقلص ظهوري يعني المؤسف حتى عندكم في لبنان نسب يعني كل محطات 14 أغار ما بتقرب على جريدة القدس ولا عبد الباري عطوان يعني تخيل لحد مين يعني بيقول لك أنه إحنا والله لبنان بلد الحريات وبلد كذا وبلد كذا لأسباب عربية طبعا لأسباب عربية وفي دول عربية للأسف تخصصها اللي هو محاربة جريدة القدس العربية ومحاربة عبد الباري عطوان فإحنا باللوم الإسرائيلي يعني ما هو عمليا لأنه للأسف إسرائيل ما حادت العدو الأول للكثير من العرب إسرائيل أصبحت الآن صديقة لبعض الدول العربية بحجة اللي هو الملف الإيراني وضرب الملف الإيراني يعني هذا شيء واضح جدا يعني وكليكس كشفت هذه الحقائق وسمت الأمور بأسماءها فعمليا عمليا للأسف زمان كان في السفرات العربية تتحرك ضد اللوبي الصهيوني في بريطانيا تتحرك لدعم أي توجه لمواجهة هذا اللوبي الآن لا الآن لا يواجه هذا اللوبي على الإطلاق ولا مستعدين يخوضوا حرب معه ولا مستعدين يتصدلوا أبدا كل هدفهم هم يتصدوا لبعض يعني أصبحت السفرات يتصدوا لبعضهم البعض شيء مؤسف جدا يعني ملقاءات السفراء العرب أصبحت تتحدث عن الطبيق ويتحدثوا عن المآدب ويتحدث ما عادوش يحكوا سياسة فهذا المصيب اللي احنا بنواجهها اللي بيقوموا بالدور الآن هم الطلاب والطلاب المسلمين والطلاب العرب يعني والله بحييهم والله الشباب اللي كانوا منظمين تعرضوا لضغوط لما يتعرض كانوا رجال بمعنى كل الكريمة والله يكانوا والآن يعني أخذوا على عاطقهم يتصدوا لهذا اللوبي الصهيوني والآن بعد اللي هاي بعد اللي ما حصل التجه أنا تلقيت خمس دعوات من جامعات أروح أعمل فيها محاطرات غصبا عنهم إنه طيب تكتب نعرض البعض إحنا عنا عنا عطي منابر في جامعات أخرى وهذا اللي بيصير هيك بدنا إحنا بدنا ناس عندهم قطس ناس رجال هيك إنهم ما يخضعوش لهذا اللوبي ولا لإرهابوا لأنه إحنا إذا خضعنا وإذا استسلمنا راحت كل المنطقة الجو شكراني تقول أن شرطة البريطانية سوف تقوم بتحقيق معك في شأن مزاعم معادية للسامية وهذا كلام لم يحصل كذب كذب نصب دجل خبراء في الكذب والدجل لم يتصل فيه بوليس إيش بيقول البوليسي بدي يتصل فيه إيش عامل أنا أنا جايب أسلحة على وبصواريخ على لندرسكول وإيكونوميكس داخل بسيف أنا داخل بضبابة أنا أنا جايب معادي ولا عندي حرس ولا عندي شيء داخل حتى كنتيه مش عارف وين المحاضرة يعني فعملية ليش البوليس تحقق معي أنا حكيت كلام كله مسجل وحتى بعبر عن رأيي يعني أنا بقداش البوليس يمنعني من أعبر عن رأيي أنا ما بحرض على الكراهية زي ما بقولوا أنا بقولت أكتر من مرة قلت لهم أنا رجل سلام قالوا عني عنصري قلت لهم أنا ده رجل بطالب بدولة يتعايش فيها العرب والمسلمين والمسيحيين مع اليهود في دولة واحدة ديمقراطية على أسس المساواة وأسس العدالة طب كيف يعني ما بقدرواش بس هم حتى يبرروا أنهم هم يعني أو يغطوا فشلهم في منعي من الحديث في هذه الجامعة وأنا أنا سعيد جدا أني تحدثت غصبا عنهم وغصبا عن ضغوطهم وهي قوية جدا لأنهم يبرروا فشلهم ولك البوليس حقق لم يتصل فينا البوليس ولم يتصل في الجهة المنظم ولم يتصل في الجامعة ولم يتصل بالبروفيسورة مندي ولم يتصل بأي حد بس هذا كذب يعني هم ملوك الكذب وتزوير الحقائق صلى الله عليه نقل عنك أنك تبحث مع محاميك سبل مقادات الصحيفة اليهودية تحدث عن جوش كرانيكل نظرا لما تضمنه تقريرها من مغالطات ومحاولات التشهير بسمعاتك باتهامات معادات سامية إلى آخر هل هذه أول مرة تفكر باتخاذ عمل قانوني نعم يعني لأنه يعني ما حصل يعني محاولة اغتيال شخصية وتركيب كلام على الثاني أنا ما قلته أو يعني إذا قلته صلحته أو عدلته لأني أعرف أنهم يترصدوا هذا اجتزاء يعني اجتزاءوا أشياء ومن المحاضرة بدون ما يعني يجيبوا الأجزاء الأخرى اللي توضح وجهة نظري فأنا عرضت الأمر على شركة محاماة كبيرة جدا وهذه الشركة يعني الآن تدرس كل الجواب القانونية طلبت تسجيل كامل للمحاضرة وأرسلت لهذا التسجيل والآن يدرسوا يعني حسب القانون إذا في هناك يعني جانب قانوني طبعا والله لو ببيع بيتي والله لو بسكن تحت كبري في لندن إذا كان عندي قضي لا قضيهم وبدأ سلاة بار أصوان بديش أموال السفرات العربية هذا كلام طبعا أنت تواجه اللوبي واللوبي هو مجموعة ومؤسسات ومنظمات وشخصيات وكتاب وصحف ومؤسسات وكأنك ترد شخصيا وكأن الأمر شخصي هل تشعر نفسك أنك لوحدك في هذه المعركة نعم لوحدي لكن معي الجامعير يعني معي طلاب الجامعات العرب والمسلمين في بريطانيا اللي اتصلوا فيه قالوا إحنا مستعدين لك إحنا مستعدين إيش مع تبرعات إحنا مستعدين إيش ما تطلبوا مننا إحنا جاهزين يعني هذا سندي لكن للأسف يعني ما اتصلت فيه ولا حكومة عربية ولا سفارة عربية ولا حد قال لي طيب إنه في هذه المحامة لو صارت مقضاة بتتكاليف لأن القضاء غالي جدا فيها البلد والدفاع غالي جدا لم يتصل فيه عربي على الإطلاق يقول أنا مستعدين أنه نساعدك في حالة لو قررت أن ترفع دعوة قانونية خايفين من إسرائيل خايفين من اللوبي الصهيوني للأسف الطلاب الصغار هذا المش خايفين من هذا اللوبي بيحربوه والحكومات العربية خايفة مضبوعة للأسف هذه الحقيقة نسيوا إن إسرائيل عدو نسيوا إنه عندنا مقدسات محتلة نسيوا إنه عندنا فيه شعب في قطاع غزة 2 مليون شخص تحت الحصار تنسيوا فيه 640 حاجز في الضغفة الغربية بيهينوا النساء العربيات الأحرار الحرات قاعدين يبولدوا على الحواجز الإسرائيلية المرضى قاعدين بيموتوا على الحواجز الإسرائيل في الضفة الغربية وعندنا مرضى بتستشهد في قطاع غزة أنا مش لقين الدواء عندنا ناس عايشين على ركام بيوتهم في خيام صغيرة بالية لأنه ممنوع عليهم يدخلوا إسمنت ويعيدوا دماء بيوتهم للأسف هذه أمة عربية مش الأمة العربية الأمة العربية حية بس هذه الأنظمة العربية ماتت ما عاد أنت والله يطق الشرش الحية عندها ما عادوش يخجل ولا يستحو بتهمش يحاربوا إسرائيل طب يا سيدي بتكونش تحاربوها بالقنابل وتكونش تحاربوها بالصوارين طب يا أخي حاربوها سياسة تصدولها بالسياسة تصدولها بالدبلوماسي شوف السفراء العرب ما شاء الله الوحد منهم يعني فيها الحفلات وفيها الكذا لا يتصدوا وريني فيه سفير عربي يبروه على جامعة وبيحكي في جامعة وريني بروه بدافع عن الحقوق العربية ما الحكس يمكن يسمعك أحد السفراء العرب ويقدم خدماته في هذا الشأن يعني ما فيه ما بيقدموه يا شيخ هم هم بيعرفوا معظمهم 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 ليش بيجيبوهم على البلد بيجيبوهم على البلد إنه حتى إما يتقاعد تقاعد مريحة تيرتاح أو إنه بيكون قريب فلان أو علان من الحاكم أو من بطانة الحاكم أو إنه مريض حتى يتعالج في المستشفيات البريطانية يعني فيه استثناءات طبعا مش مقولش كلهم هيك فيه سفراء كويسين يعني وصفراء نشطين يعني كان في موقف السفير الفاستيني دعم لك أيضا كان هناك عريضة يعني تمرير عبر الإيميل دعما لك لكن هل حضرتك يعني حضرتك شخصيا لا تستطيع أن تنظم من يريد أن يؤيدك تنظم المؤسسات لكن هل تشعر أنه هذه مناسبة لإعادة ترتيب البيت العربي في بريطانيا وإن شاء لا أقول لوبي عربي لكن يعني إرخاصات لوبي بإمكانه الرد على هال لأسف ما فيش لوبي زمان أنا صار لي في هالبلد 32 سنة يا دكتور محمد أول مجينا على هالبلد كان فيه كان فيه سفراء عرب كان فيه يعني ناس حقيقة يعني يتبنوا أي موقف كان فيه الشيخ ناصر المنقور السفير المملكة العربية السعودية الله يرحبوا كان فيه سفير عدنان عمران اللي هو سفير السوري كان فيه يعني يعني كمان سفير الإمارات كان فيه يعني كان فيه دعم كان فيه سفير اليمن كان حتى السفراء في مصر أيضا السفراء المصريين كانوا فيه فيه لوبي عربي فيه محاضرات فيه ندوات فيه دعم للأنشطة الطلابية للأنشطة السياسية كان فيه يعني كان فيه سخاء حتى في هذا الأمر لأنه كانت قضية فلسطين قضية الكل العرب فتحس أنه فيه دعم غير عادي غير محدود وفيه تصدي الآن للأسف يعني وكان اللوبي حتى الصيوني أقوى منه هليان لكن للأسف الآن مفيش باستفناء سفير يعني السفير الفلسطيني حقيقة لا يقصر اللي هو الدكتور بنويل حسسيان يعني كمان أيضا السفير السوري حقيقة اللي هو مسام الخيمي حقيقة كمان بيبادر وبيروح ويتحرق لكن غير هيك تشوف مفيش سفرات بتصدوش لإسرائيل بتصدوش للنوبي الصهيوني الآن أصبحت القصة كيف هم يعني عمليا كيف يتآمروا على بعضهم بعض حقوق نحن فيه انقسام عندنا في الوطن العربي الآن فيه دول ممانعة ودول معتدلة حسب التقسيمات هاي بروح للبريطانيين بحرضوا البريطانيين المعتدلين على دول الممانعة للأسف طبع يا أخي خلي فيه قاسم مشترك خلينا نشتغل عليه فيه قاسم مشترك اسمه إسرائيل الآن قلت لك لا يا أخي إسرائيل ما عادش عدو لأن إسرائيل صديق أو خلينا فكنا من إسرائيل لأنه بدهم إسرائيل حتى تضرب إيران يعني إسرائيل تقوم بالدفاع عنهم أو تحقيق الواجب تأمينهم بشكل أو بآخر وشوفنا وذلك ويكليكس اقطعوا رأس الأفعال إيرانية تضرب إيران الآن قبل ما تملك أسلحة نوية أرخص بكثير وأقل تكلفة مما تضربوها لو صار عندها أسلحة من البحرط على ضربنا العرب فنسيوا إسرائيل نسيوا فلذلك هم الآن حبايبهم وإسرائيل فلما يمكن الآن حتى لما يشوفوا عبدالبير عطان بيجير وجههم على ناحية تانية بدهم مش يشوفوني ولا بدهم يسمعوا إيش صار لأنه أنا بالنسبة لهم أذكرهم أبعارهم أذكرهم بتخليهم عن المسجد الأقصى تذكرهم عن كنيسة القيامة وتذكرهم عن تقاعسهم عن رفع الإيسار عن قطاع غازة في موازات عتبك على الجانب العربي هل شعرت أن هناك حركة ولو شخصية أو مؤسستية بريطانية هل المرة من قبل أصدقائك من قبل اتصالاتك في هذا البلد تتحرك لدعمك أو ل أتصلوا في كثير جمعيات بريطانية وقالوا إحنا معك وعرضوا خدمات قانونية وعرضوا محامين واتصلت أيضا منظمات إسلامية وغير عربية للأسف وعرضوا كمان خدماتهم وأحنا معك وهذا أول مقابل أنا بحكي في هذا الموضوع لأنني كنت مسافر والآن في محطتين تلفزيون تتصلوا فيه ونيعروا برامج ودعموا تضامن أيضا في شباب في لندن وأكثر من دولة عربية عاملين حملة تضامن على الإنترنت وعالفيسبوك وشكرا للشباب على الفيسبوك لأنه حقيقة نشتغلوا شغل غير عادي ووزعوا الخبر أيضا مواقع إلكترونية مثلا موقع دنيا الوطن في فلسطين يعني عامل جهد غير عادي حقيقة وأنا بشكر الأخوالي قائمين عليه بس يعني زيبت لك المشكلة أنه التلفزيونات العربية بعض التلفزيونات العربية ولا أقول كلها يعني أصبحت بتعبر عن حكوماتها إذا الحكومات أصبحت إسرائيل لا تشكل عدوا بالنسبة لها أصبحت التلفزيونات ينظروا الإسرائيليين كأصدقاء وليس كأعداء فلذلك يعني أنا سعيد أنه أنا بتحدث في عن هذه المحنة اللي مش أنا بواجهها أنا ما عنديش مشكلة يعني أنا شو يعني لما بسألوني كثير بقول طب أنت يا أخي قد اللوبي الصهيوني أنا بكثير أكثر من عرب عرب يعني مثل يقول والله إحنا معاك بدأ يقول يقول يا أخي بس أنت قد اللوبي الصهيوني أنت يا أخي عارف قديش كهوتهم في هالبلد أنت يا أخي عارف قديش هذا بضروك ممكن يقتلوك أنا برده معاك يقول يا أخي أنت بدل ما تساندني بتخوفني أنت بدل ما تقولي أنا معاك وواقف معاك بتخوفني أنت قاعد بتقولي لا أنه استسلم يعني وورم الفوطة أو التول اللي هي البشكير يعني زي يعني وخلص وأستسلم طب يا أخي بلدي هاي وحقي هاي وأمتي هاي وحقيتي هاي يا أخي إحنا عندنا آلاف الشهداء سقطوا من أجل قضيانا طب أنا مين أنا يعني أطفال تستشهد من أجل قضيانا يا أخي فيه عندنا 11 ألف أسير في سجون الاحتلال أنا أحسن منهم ليش إحنا ما نكون نقول لا إحنا بدنا نتصدى لهذا اللوبي لازم إحنا نرص الصفوف في ماجهته يعني حتى أي عداء حتى لو كانوا ناس عداء لإيران طب هذا عدو ممكن زي ما صارت الحرب العراقية الإيرانية انتهت الحرب العراقية الإيرانية وظلت قضية فلسطين وظلت قضية المقدسات موجودة فإذا حتى كان عندهم شوية عداء لإيران أو عندهم عداء مع إيران هذا العداء مؤقت إذا كان صحيح هذا العداء لكن العدو اللي محتل أقصانا ومحتل أراضينا ويهين المرابطين في المسجد الأقصى والمرابطين في مدينة القدس والمرابطين في غزة والمرابطين في الضفة الغربية والمرابطين في الجولان هؤلاء الناس بحاجة لدعم يعني لازم لازم ندعمهم لازم نتصدى اللي بهيننا وبهين كرامتنا وبهين مقدساتنا ويذلنا ويتبجح في العالم كله إذا إحنا اللي عندنا عندنا حوالي خمسمائة مليار دولار هذا بتدخل علينا دخل سنوي من النفط والغاز اللي عندنا كمان غير المنتجات الأخرى إذا إحنا مش قادرين نتصدى لهؤلاء الناس بشكل علمي وبشكل حضاري طب إذا بدهمش يحاربوا طب يتصدوا لهم بشكل حضاري بشكل علمي يكسبوا العالم لمصلحتنا طب الآن هاي هم رايحين للأمم المتحدة في حمل الآن للأمم المتحدة مفيش فشلت المفاوضات إيش عاملين العرب إيش عاملين العرب الرسميين أنا هنا أتحدث ماذا عملوا هل قالوا مثلا والله إحنا يجب أن نشن حملة دبلوماسية على مستوى العالم لتجريم إسرائيل وتحميلها مسؤولية الفشل عملية السلام كنت أتمنى مثلا يعقل مجلس السفراء العرب في بريطانيا وفي ألمانيا وفي كل دولة المتحدة كيف إحنا نثبت للعالم أن إسرائيل هي التي أفشلت العملية السلمية بالوقاية والأرقام والحقائق موجود الحقائق والأمريكان عارفين الحقائق هل حصل هذا أنت يا سيدي يا دكتور محمد أنت موجود في البلد شوف تحرك بهذا الإطار في تجربتك كأعلامي من خلال التأثير يبدو الواضح جدا في المحاضرات الملقاة على طلاب عرب وأجانب هم أمريضانيين أو أمريكيين باللغة الإنجليزية هل تشعر أن هناك حاجة لوسيلة أعلام حقيقية باللغة الإنجليزية جريدة مجلة أنت رئيس تحير جريدة عربي هل الوسائلنا بالتوجه إلى هذا الجمهور الغربي ما زالت قاصرة حتى نعم ما زالت قاصرة بس في تحسن في الصورة حقيقة يعني في مثلا عندك الجزيرة إنجليش يعني أنا أعتقد أنه هي من أهم الأشياء اللي عملها العرب الجزيرة باللغة الإنجليزية أصبحت الآن تضاهي الـ CNN تضاهي الـ BBC Word Serbs يعني شي جميل جدا يعني إحنا يعني هذه خطوة انطلاقة كبيرة يعني كمان أصبح هناك بريستيلي وهذه محطة إيرانية وحقيقة يعني بتدافع عن فلسطين أكثر ببدافع عنها كل الإعلام العربي بالعربي حتى مثلا عندك إسلام شانل إسلام شانل كمان أيضا هذه تتبنى قضايانا وبتدافع عن قضايانا بشكل جميل من هو جمهور هذه القنوات؟ صحيح أن ناطقة باللغة الإنجليزية طبعا هذا نقاش آخر لكن يبدو أن محاضرتك أكثر نجاعة من كل هذه الحضائية ما هو المجاعة؟ أنه جمهور الجمهور لا يعني ليش الإسرائيليين ليش بخافوا منه؟ الجامعات هي think tank الجامعات هم قادة المستقبل هؤلاء الطلاب هم اللي حيكونوا سفرة هم اللي حيكونوا وزراء خاصة لما تجد جامعة نخبوية زي London School of Economics أو تروح على أكسفورد سانت أنتوني كوليج مثلا لو رحت معدة مرات ألقيت محاضرة فيها أو مثلا كيمبرج هم الحكام المستقبل هم اللي حيكونوا سفرة هم اللي حيكونوا وزراء هم اللي حيكونوا دبلوماسيين هم اللي حيكونوا في الوزارات الدفاع هم اللي حيكونوا في الأجهزة الأمنية فإنت لما تروح وتشرح قضاياتك بطريقة علمية وطريقة محترمة وطريقة مؤثرة كمان فيها شوية عاطفة مع شوية ألم مع شوية كوكتيل جميل جدا أنت هيك أنت بتربي أجيال للمستقبل أنت بتزرع فيهم بتزرع فيهم الحقائق اللي حاولت إسرائيل إنها تشوحها وتضللها فمن هنا الخطر عشان هيك بحاربوني لو أنا مش مؤثر طب كل يوم بيجوا محاضرين عرب وانت بتعرف في هذا برنامج بتعمل مقابلات مع وزراء مع محاضرين مع مفكرين مع سياسيين طب أولا هل يسمع لهم يحكوا بالجامعات لأنهم مش مش على مستوى الثاني حتى اللي بيلقوا محاضرات أمرك سمعت إنه محتجوا اللوبي الصهيوني على واحد مثلا وعملون لأنهم غير مؤثرين أو بعضهم غير مؤثر يعني بعضهم مؤثر طبعا لكن لما بيجي واحد زي مثلا ليش أنا من دون كل العالم اللي بيجي بتحكي ليش مثلا لسبب بسيط أنه معارفين إنه في قبول وإخوان المصرين بيقول ده شي من عند ربنا يعني بيحسوا أن منهم في تأثير في تجاو وبدرسات هؤلاء بيشتغلوا بدرسات بيشتغلوا بأساليب علمية أساليب بحث استطلاعات رأي وألضوها بيقرروا مين يحاربوا ومين يصادقوا أشكرك جزيلا شكرا سيد عبد الباري عطوان رئيس تحيير جديدة القدس العربي وأعتبر أنه لن يستطيع أحد أن يدافع عبد الباري عطوان أكثر من عبد الباري عطوان كنا نتحدث عن هذا اللوبي الصهيوني الذي يتحرك ضد عبد الباري عطوان شكرا لإنتباه إلى اللقاء شكرا